بستراتيجية جديدة وخطط استخبارية نوعية قيادة العمليات المشتركة تتمكن من إلقاء القبض على مطلوبين وفق قضايا إرهابية الإرهابيون الملقى القبض عليهم كانوا هاربين خارج البلاد متخفين بأسماء وأوراق مزورة نفذوا عمليات قتل وتهجير خلال أحداث عام 2014 من بينها جرائم قاعدة سبايكر خطط قيادة العمليات المشتركة تمكنت من إلقاء القبض على المجرمين حتى وإن كانوا خارج العراق طبعا هذه الخطط استندت إلى معلومات استخبارية وإمنية تمكنت من استدراج عدد كبير من الإرهابيين الذين قاموا بعمليات إرهابية ضد مواطنين وضد أهداف حيوية في العراق يوم أمس كان هناك جهد مميز من خلال استدراج 18 إرهابي أحدهم مشترك في جريمة سبايكر هذا العمل وهذا الجهد الكبير اللي يتقوم بأجهزتنا الأمنية والاستخبارية وحصولها على معلومات مهمة وكنز من المعلومات خصوصا بعد التحقيق اللي فتح مع هؤلاء فيما بيّنت مديرية الاستخبارات العسكرية تنفيذها نشاطا استخباريا مكثفا خلال عام 2023 أسفر عن قتل وإلقاء القبض على قيادات إرهابية بارزة في مختلف قواطع العمليات حققت مديرية الاستخبارات العسكرية خلال عام 2023 من خلال عمليات استباقية ونوعية على الإرهاب إذ كانت هناك عمليات استباقية ونوعية حققتها مفارزنا من القبض أكثر من 2000 أنصر من عناصر أصابات داعش الإرهابي وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وقتل أكثر من 100 أنصر إرهابي في قواطع العمليات وتؤكد قيادة العمليات المشتركة تنفيذ أكثر من عملية أملية واسعة لاحقت بقايا عصابات داعش الإرهابية تمكنت من خلالها قتل إرهابيين وتطهير مناطق جغرافية صعبة في صلاح الدين وديالا وكركوك من بغداد حسام التميمي العراقية الإخبارية